رحب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة سعدت السيد ألفريد سيمز بروتس مؤكدا سموه الدعم المستمر لتنامي العلاقات مع ألمانيا الصديقة بما يحظى باهتمام قيادتي البلدين ويعززه التقاء الرأى في العديد من النواحي الاستراتيجية ولدى لقاء سموه مع السفير بقصر الإقضيبية بمناسبة تعيينه مؤخرا أكد سموه على ضرورة البناء على أسس التواصل الحيوي بين البلدين لتحقيق مكتسبات نوعية أكبر في سياق العلاقات الثنائية بين البلدين بما يلبي الطموحات والتطلعات المشاركة ونوها سموه خلال اللقاء بالمشاركة الألمانية في منتدى حوار المنامة كما تم استعرض عدد من المواضيع التي سلط المنتدى الضوء عليها توازيا مع المستجدات الإقليمية والدولية الراهنة من جنبه أكد السفير الألماني حرص بلاده على مواصلة تنمية العلاقات مع مملكة البحرين موربا عن تطلعه للاستفادة مما لقيه من دعم وترحيب للإسهام في رفض مساويات التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر